نحن اليوم ما نفرق بين مواطن المواطن يردون يجرون الطائفية جديدة يردون يجرون العنصرية جديدة ما نقبل بعد ما يخدعونه يجي يهمسه بإذنك يقول لك أنا أريد أحامي على الطائفة كذب يريد أحامي على الفسادة وسرقاتها ولا هو ذبح الطائفة قال لهم ردني أحميكم مو؟ جابوا لهم الدواعش يسووا مو داعش كان شعارها حماية أهل السنة مو هذا الشعار داعش ذبحوا أهل السنة خلوهم أهل السنة أبناء العراق الشرطاء خلوهم نازحين في بلادهم ملايين منهم قتلوهم ودمروا مشاتهم هذه هؤلاء الأبطال العراقيين اللي انطلقوا بالكل المحافظات المواطن ما أصبح يميز هذا شيغي سني قال يقول هذا عراقي بالبداية كان البعض يشيعون هذا جيش مدري شنو قال يسموه تسميات هس يسموه جيش وطني عراقي ما نقبل بتسمية ثانية لأن هذه القوات الأمنية تحمي كل المواطن ما تفرق بين المواطن شنو انتماءه شنو هويته شنو دينه شنو مذهبه شنو قوميته ما تسأل تسأل هذا واجب أحامي عليه وقلنا لهم قوة كل القوات الأمنية أنه انتو واجبكم تحمون المواطنين هذا أولا هاي الحرب مو فقط لتحرير الأرض لتحرير المواطن وحماية المواطن تحرير المواطن وحماية 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 الم